اشتركوا في القناة لقد كان امام الشعب وقواته المسلحة هدف واضح في ان تصبح مصر دولة ديمقراطية لم نحد ابدا عن اهداف الثورة التي تتفق مع اهدافنا ومواقفنا ويأت انعقاد مجلس الشعب الجديد كاولى الخطوات المهمة على طريق التحول الديمقراطي لقد كان شعب مصر الفيصل والحكم في انتخابات مجلس الشعب التشريعية وادلى بصوته بحرية كاملة ونزاهة تامة في اقبال غير مسبوق اليها اتوجه بالشكر والتقدير لحرصه على المشاركة الايجابية في هذه الانتخابات ولتحمله اعباء وصعوبات ومتطلبات هذه المرحلة من تاريخه الوطني فاثبت انه شعب جدير بالتقدير والاحترام لقد حرص المجلس الاعلى للقوات المسلحة في ادائه لمهامه على التواصل والتشاور مع مختلف القوى السياسية وجميع طوائف الشعب ومع شباب الثورة وشاركتنا المسئولية ثلاث حكومات متتالية اقدم لرئسائها ووزرائها الشكر والتقدير على ما تحملوه من مسئولية في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خاصة على الصعيدين الاقتصادي والامني واشير هنا الى ان حكومة الانقاذ الوطني التي تتولى المسئولية في هذه المرحلة محملة باعباء جسام واوجه الشكر الى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة على ما قاموا به من جهد متمنيا لهم التوفيق فيما يحملونه من مهام ومسئوليات انني على ثقة من ان مجلس الشعب سوف يكون منبرا حرا للديمقراطية وحسنا دستوريا يعبر عن ارادة الشعب واهدافه ومصالحه العليا حتى تتواصل مسيرة العطاء والبناء والتنمية بجميع ابعادها ومجالاتها وحتى يتعزز الاصلاح الديمقراطي الذي يقيم منظومة تشريعية ودستورية حديثة تمهد الطريقة امام اصلاحات تحقق الاستفادة من القدرات البشرية الخلاقة والابداعية لشعب مصر وتؤكد امكانية ممارسة الحقوق السياسية والوطنية لجموع الشعب دون تفرقة او تمييز وتدعم التنمية الاقتصادية الشاملة التي تؤكد العدل الاجتماعي وترفع عن كاهل الشعب كل اسباب المعاناة وتتيح لابنائه فرص العمل المتكافئة وتصون الحقوق والواجبات وتعلي سيادة القانون ان مصر تعي مسئولياتها الاقليمية والدولية وتدرك ما يحيط بها من مخاطر وصعاب وتحديات ودور مصر الاقليمي والدولي تفرده مكانتها ورسوخ مؤسساتها الوطنية والدستورية وعراقة حضارتها وثقافتها وقوة جيشها وأصالة شعبها وأؤكد لكم قدرة مصر على مواجهة هذه التحديات والصعاب والمخاطر بجيش يحميها وشعب عريق قادر على صنع التاريخ لا تفرط في سيادتها واستقلال إرادتها ولا تقبل شروطا أو إملاءات تنال من كرامتها وحريتها تحمي أمنها القومي وأبعاده المتعددة ولا تتهاون مع من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو يمس وحدة شعبها ويحاول الوقيعة بين أبناء الشعب إن مصر ماضية في تحمل مسئولياتها الإقليمية والدولية تدافع عن قضايا أمتها وتحمي أمنها القومي وتدافع عن مصالحها ملتزمون بالأهداف الوطنية العليا ومصالحنا الاستراتيجية التي تقوم على ثواب تراصخة تؤمن مصالحنا وتخدم أهدافنا من خلال علاقات إقليمية ودولية تحترم سيادتنا وتحفظ حقوقنا ومصالحنا الحيوية ونسعى لتحقيق هذه المصالح بمنظور شامل يمتد إلى قضايا منطقتنا وعلاقاتنا الدولية كما أننا ملتزمون بمعاهداتنا واتفاقياتنا الدولية ونمد يد الصداقة والتعاون لجميع دول العالم نرفع عالم مصر ونعلي مكانتها ونحفظ سيادتها ونصون عزتها وكرمتها إن ذكرى يوم الخامس والعشرين من يناير ستظل عيداً للتلاحم بين الشعب وقواته المسلحة التي وقفت إلى جانبه وانحازت إليه تحمي ثورته وتساند ثواره واليوم وبعد أن قال الشعب كلمته واختار نوابه في مجلس الشعب ليتولوا مسؤولياتهم التشريعية والرقابية فإنني قد اتخذت قراراً بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية إلا في مواجهة جرائم البلطجة على أن يسري هذا القرار اعتباراً من صباح يوم الخامس والعشرين من يناير عام 2012 شعب مصر العظيم إن مصر أرض الحضارات والتاريخ ولقد أعاد شعبها سياغة هذا التاريخ بثورة وطنية وبحفاظه على سلامة ووحدة الوطن رغم كافة التحديات والصعاب التي واجهتنا وكان على مستوى المسؤولية يوم أن توجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليه في مجلة الشعب وأكد توجهه الوطني الصادق وإليه أتوجه بالشكر والتقدير على هذا الإنجاز العظيم يا شباب مصر إن مصر تناديكم فأنتم عدتها وعتادها وأنتم من فجرتم ثورتها أدعوكم إلى تأسيس كيان حزبي له دور سياسي يتطلع إليه الشعب إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد على دعمه الكامل لكم في هذا المجال حتى تتمكنوا من ممارسة الدور السياسي الذي نتمناه لكم رجال الشرطة الأوفياء لقد عبرتم مرحلة حرجة وعدتم إلى مهامكم بفكر جديد يحترم القانون والمواطن وفقكم الله إلى ما فيه خدمة الوطن إنني أتوجه إلى قضاة مصر بالشكر والتقدير على ما يتحملونه من مسؤوليات ومهام تؤكد نزاهتهم وصدق ضميرهم مؤكدا أن قضاء مصر الشامخ فيظل دوما قلعة للعدل والحق أما أنتم يا أبناء رجال القوات المسلحة لقد قدمتم صورة مشرفة للعسكرية المصرية حافظتم على عهدكم وضعتم المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار حافظتم على الصورة وفرتم الحماية لأهلكم من شعب مصر تعرضتم للكثير من التحديات وهذا عهد مصر بكم وثقة الشعب في أدائكم ومن المؤكد أن كل من اختزل دور القوات المسلحة ومجلسها الأعلى في موقف ما عليه أن يراجع موقفه الوطني وفور انتهاء المرحلة الانتقالية سوف تتفرغ القوات المسلحة لدورها في حماية الوطن وهو الدور الذي تحملته على مر التاريخ يملأها العزة والفخار ويحيط بها تقدير واحترام شعب مصر العظيم إن الدماء الذكية لشهداء ومصاب الثورة ستظل مصانة في ذاكرة هذه الأمة يا أبناء الوطن ضعوا مصر وشعبها في قلوبكم وعقولكم وأفئدتكم واعملوا على أن تحقق آمالها وطموحاتها في أن يسود الأمن والأمان ويعم العدل الاجتماعي تحت سماء هذا الوطن العزيز حمى الله مصر ورعى شعبها ووفقنا جميعا إلى ما فيه خيرها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة